اشتركوا في القناة أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإنت بتقول الدعاء ده استشعرته إزاي؟ عارف ليه طيب هو سيد الاستغفار؟ طيب استشعرت في مرة وإنت بتقوله صدق مشاهدة عيوب نفسك وعملك؟ طيب استشعرت منت الله عليك في المقابل رغم تقصيرك؟ طيب تعالوا نقوله مع بعض ونستشارك لإيدي اللهم أنت ربي وهذا اعتراف من العبدي بربوبيته لا إله إلا أنت وهذا اعتراف العبدي بألوهيته وتوحيده خلقتني وهذا اعتراف مني بأنك خالقي وأنت العالم بي أنت من أنشأتني وأنا العاجز عن إداء حقك ومقصر فيه وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعترف يا ربي بأني عبدك وأن ناصيتي في قبضتك ويدك لا مهرب لي منك ولا ولي لي سواك وأنا يا ربي ألتزم بالدخول تحت عهدك وهو أمرك ونهيك الذي عهدته إلي على لسان رسولك وأن ذلك حزب استطاعتي لا بحزب أداء حقك فأداء حقك غير مقدور للبشر وإنما هو جهد المقل ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب فأنا مقيم على عهدك ومصدق بوعدك أعوذ بك من شر ما صنعت فإني أستعيز وأعتصم بك من شر ما فردت فيه من أمرك ونهيك فإنك إن لم تعزني من شره أحاطت بالهلك وإن إضاءة حقك لهي سبب الهلك أبوء لك بنعمتك علي يا ربي إني أقر لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربي إني أقر وألتزم بذنبي فمنك النعمة والإحسان والفضل ومني الزنب والإساءة فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنوبي وأن تقيني من شرها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت دلوقتي حسيت بإيه بعد ما قلته وإنت مستشعر معنا كل كلمة منه عايزين على طول نقوله بهذا الإحساس والإدراك لمعناه الحقيقي في كل كلمة من كلماته وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب ترجمة نانسي قنقر